إلى تفاصيل افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني دورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر و ألقى جلالته خطاب العرش السامي مشيدا بالجهود التي بذلها مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية خطاب العرش السامي أكد على نهج التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار من المسؤولية والتشاركية في مواجهة التحديات القائمة وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر محطة مهمة من مسيرتنا الديمقراطية الحافلة بالإنجاز أكد خطاب العرش السامي أهمية البناء عليها بما يعزز من سيادة القانون ويرسخ ركائز الدولة المدنية وفي إطار المنجزات أشار جلالة الملك عبد الله الثاني إلى تجربة الأردنية في تطبيق لا مركزية ترجمة لنموذج الإصلاح التراكمي والثابت إننا نستذكر بالفخر والاعتزاز آخر المنجزات التي حققها الأردنيون بانتخابهم المجالس البلدية ومجالس المحافظات والتي تدشن التجربة الأردنية في تطبيق لا مركزية ساعيا نحو تعميق الديمقراطية خدمة المواطن الأردني هدفنا أساسي أكده خطاب العرش السامي داعيا مجلس الأمة إلى تجسد ذلك رقابة وتشريعا على سلم أولويات العمل البرلماني من أجل تحقيق هذه الأولويات على الحكومة أن تعمل على تنفيذ خطط تحفيز النمو الإقصاري للأعوام القادمة والتي أقرتها بهدف استعادة زخم النمو والاستفادة من كل الفرص المتاحة جلالة الملك شدد في خطابه على أهمية الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات انطلاقا من الإمكانيات والطاقات الأردنية فلن يقوم أحد بإيجاد الحلول لمشاكلنا إلا نحن أنفسنا فلابد أن نعتمد على إرادتنا وإمكانياتنا وطاقاتنا في مواجهة التحديات أمامنا بعزيمة وتصميم الإشارة الملاكية إلى الاعتماد على النفس ترافقت مع الإشادة بتماسك الأردنيين وتكاتفهم في وجه القوى الظلامية غير بعيدا عن اطلاع الأردني بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة سيستمر الأردن بالنهود بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتين العربية والإسلامية وفي مقادمتها القضية الفلسطينية منجزات وتحديات تناولها خطاب العرش السامي أمام مجلس الأمة بموثليه من الأعيان والنواب مؤكدا جلالته أهمية النهج التشاركي بين السلطات بما يخدم المواطنة ويرسخ العمل الديمقراطي ويعلي لبنات البناء التنموي أدعو الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الإرادة والعزيمة والتوفيق في تحمل مسؤولياتنا وخدمة وطننا الغالي والشعبنا وأمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وعقب خطاب العرش السامي عقد مجلس العيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفائز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة أولى جلساته في الدورة العادية الثانية الفائز قال إن خطبة العرش السامي شاملة لمختلف القضايا المحلية والإقليمية مؤكدا الحرص على التعاون مع مجلس النواب والحكومة وخلال الجلسة انتخب مجلس العياني أعضاء لجنة صيغة الرد على خطاب العرش ومجلس النواب من جهته عقد جلسته الأولى في الدورة وانتخب خلالها النائب الأول لرئيس المجلس بحصوله على 64 صوتا احتفظ النائب خميس عطية بمقعده نائبا أولى لرئيس مجلس النواب بعد فوزه على منافسه النائب أحمد الصفدي الذي حصل على 58 صوتا وانسحاب النائب خالد البكار من السباق فيما تم إلغاء ثمانية أوراق جاء ذلك في الجلسة الأولى من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة وخلال الجلسة فوض مجلس النواب مكتبه الدائم تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش سندا لأحكام النظام الداخلي في الجلسة المسائية أسفر التنافس على موقع النائب الثاني لمجلس النواب عن فوز النائب سليمان الزبن بالمقعد بحصوله على 66 صوتا في الجولة الثانية التي نافسه فيها النائب أحمد اللوزي وحصل على 55 صوتا وتم إلغاء أربع أوراق بعد أن كان خمسة نواب قد تنافسوا على الموقع في الجولة الأولى وكان الطراونة قد جدد في بداية الجلسة الأولى العهد بمواصلة عمل مجلس النواب بأقصى درجات التفاني والمسؤولية والالتزام بالإخلاص للعرش والوطن والمواطن بأمانة دورة جديدة أمام مجلس الأمة تبدو مثقلة بالهموم الاقتصادية ومرشحة للكثير من الجدل السياسي والشعبي بشأن القرارات الحساسة ومشاريع القوانين المفصلية المرتقبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة محور حلقة نبض البلد التي تأتيكم الليلة بعد نشرة الأخبار وفي خبر آخر حيث استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي نقل لجلالته رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين وأكد جلالة الملك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الأردن ومصر والحرص على توسيع أفاق التعاون في مختلف المجالات كما أكد جلالته ضرورة مواصلة جهود تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك وتنسيق المواقف وبما يسهم في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة خصوصا اتفاق المصالحة الفلسطينية والجهود المستهدفة لتحريك عمليات السلام إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين السورية واللبنانية وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن صفضي التقى الوزير شكري وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية تعرض أحد المعلمين في أحدى مدارس الزرقاء لاعتداء بشفرة من قبل أحد الطلبة بحسب ما أفد به مصدر أمني وقال المصدر إن أحد الطلبة ضرب معلما بواسطة شفرة في منطقتين القدم واليد ونقل على إثرها إلى مستشفى الزرقاء الحكومية وحالته العامة متوسطة مضيفا أنه تم ضبط الطالب وفتح تحقيق معه للوقوف على أسباب الحادثة وتداعياتها قيام طالب بدخول إلى غرفة صفية ويحمل مشرط والاعتداء على معلم أثناء حصته وضربه برجله اليمنى وكتفه الأيصر بشطب جرح سطحي بسيط جدا تم نقله عبر إسعاف إلى المستشفى الزرقاء الحكومي تم متابعته من عدة جهات تم علاجه داخل المستشفى الزرقاء الحكومي حالة الاعتداء التي تمت على زمينا اليوم مستهجنة ومستغربة ومدانة بكل أنواع الإدانة ونقابة المعلمين الأردنيين منذ اللحظة الأولى من تلقف الخبر تابعت الخبر وجئنا إلى المستشفى مع زميلنا وجاء مدير التربية على عجل وعطوفة متصرف الزرقاء ونقدر للأجهزة الأمنية يقضتها وسرعة القبض على المعتدي عقد ممثل الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين اجتماعا تنصيقيا يسبق عقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية الأنهروا التي ستعقد في عمان والبحر الميت يومي الاثنين والثلاثة المقبلين الاجتماع الذي عقد في دائرة الشؤون الفلسطينية في عمان ناقش أوضاع مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية وسير عمل برامجها والوضع المالي للوكالة للسنة المالية 2017 وموازنتها للسنة المالية 2018 واستراتيجية الوكالة لحشد الموارد الموقف الرئيسي أن على الدول المانحة أن تغطي العجز الحاصل في موازنة وكالة الغوث الدولية وعلى وكالة الغوث الدولية أن تسعى أيضا لاستقطاب مزيدا من التمويل لتحسين أوضاع البرامج التي تقدمها في الصحة والتعليم والإغاثة في مناطق عملياتها الخمسة يسعى مركز العدل للاستشارات القانونية من خلال حملته نت بلا جريمة إلى توعية المجتمع المحلي بمخاطر التعاملات الإلكترونية وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تسعى فيه وحدة الجرائم الإلكترونية من خلال دورياتها الإلكترونية ضبط المجال الإلكتروني في المملكة أتقرير التالي والتفاصيل نت بلا جريمة حملة ينفذها مركز العدل للاستشارات القانونية ويسعى من خلالها للتوعية من الإشكالات التي تتعلق باستخدام الإنترنت وتحديدا في أوساط فئة الشباب في الأردن وبالاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي هذه الحملة تهدف لتوعية تحديدا الشباب من الجنسين وأهاليهم بمخاطر استخدام الإنترنت والجرائم التي قد يقع فيها نتيجة الجهل بقانون الجرائم الإلكترونية وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام تؤكد عملها على تنفيذ برنامج توعية مجتمعية في كافة محافظات المملكة عبر حملة إعلامية شاملة لنشر معلومات وتحذيرات حول الإشكالات القانونية التي يتعرض لها الفرد على الإنترنت والتعريف بأنواع الجرائم الإلكترونية يعني اللي يجب أنك تكون مع ابنك صديق أو بنتك أنت تكون مع حسابه تشوف شو ميوله وشو الرغباته كم ساعة ببعد على الإنترنت الإنترنت هذا يكون موشتوت عندي في المنزل بكان عام مش أنا أعطيه لابتوب يقول لبرفة 12 ساعة في بعض الأطفال عندهم ذكاء خارق ممكن أنه هاي الممارسات والأمور الذهنية الخارقة عنده يجيرها لشيء قطأ وتأتي الحملة استجابة لما أظهرته إحصائية وحدة الجرائم الإلكترونية في مدرية الأمن العامة ازيادا مضطردا في أعداد الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الوحدة في كل عامة حمز الشوابكي رؤيا انطلقت فعليات مشروع تلاقي الذي نظمته وحدة الإرهاب والتطرف في وزارة الثقافة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية في مركز إربد الثقافية المشروع يهدف إلى إشراك الشباب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 22 عاما في مختلف أنواع الفنون من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية في المسرح والموسيقى والفن التشكلي والإعلام الرقمي حيث تسهم هذه الدورات بشكل كبير في صقل شخصياتهم وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة مشروع تلاقي فتح مجال وفرص عمل للطلاب الخرجين في الجامعات وتم فتح لهم آفاق من خلال دعمهم واستمراريتهم نحن نعمل من هذا المشروع إن شاء الله أنه يتطبق على ست محافظات أخرى نحن اخترنا ست محافظات في المملكة ونكتشف نقاط القوة والضعف من مهامنا أنه سقل شخصية الطالب إخراج الطاقات السلبية الموجودة داخل أي إنسان واستبدالها بالطاقة الإيجابية نحن نتعلم بالرسم يعني بعطونا الألوان ونرسم أي شيء من إياه وبعلمونا الطرق الرسم الشغلات اللي تعلمناها إنه إحنا كيف نستخدم السوشال ميديا بطريقة إنه ما تأثر علينا لأنه السوشال ميديا أصلاً بهذا الوقت عاملة ضج كبيرة بالمجتمع المحلي عنا تعلمت إنه المسرح إنه تعرفت عناش جديدة واسمه إنه تلاقي أكيد إنه تعرفنا عناش تلاقي في إربت وتعلمت زوايا المسرح وكيف نمثل حددت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عشرات الأشجار من النخيل لإزالتها واقتلاعها من على الشاطئ الأوسط كونها تشكل خطراً على سلامة المواطنين وزوار العقبة نتابع هذا التقرير من المتوقع أن تبدأ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قريباً بإزالة عشرات أشجار النخيل كانت قد حددتها مسبقاً لاقتلاعها من على الشاطئ الأوسط كونها تشكل خطراً على سلامة المواطنين وزوار العقبة وبحسب زوار الشاطئ فإن هذه الأشجار غير آمنة فبعضها آيل للسقوط خاصة أن فصل الشتاء ورياحه العاتية على الأبواب يشار أن شجرة نخيل معمرة في المنطقة نفسها كانت قد سقطت العام الماضي وتسبب ذلك في وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين الأشجار بتسبب أذى للناس فعشان هيك هما بيدوا مزلوها وطبعاً إحنا بنأيدهم في هذا الإشي لأنه هي أي إشي بيأدل الناس إحنا ممكنش مبسوطين إذا كان هو موجود غير آمن نخل هذا من الأحسن إنه إنشاء لأنه نخل في منه تعبان لسلامة المواطنين الأحسن إنه إنشاء لشباب السلطة ما بيقصروا ما شاء الله عليهم لبيئة أحسن ولا أمانة للمواطنين المستحسن إنه إن شاء الإزالة بالنسبة لشجرة النخيل والأشجار هاي فهي بتسبب ضرر كبير للمواطنين فإحنا بنحكي للسلطات المقتصرة وسلطة العقبة الاقتصادية إنه يؤدوا إلى إزالتها لأنها بتؤدي إلى ضرر كثير للمواطنين والاستياح مدير إدارة الشاطئ في سلطة منطقة العقبة الخاصة أوضح أن السلطة اتخذت قرار إزالة أجار النخيل المعمرة الآيلة للسقوط وأنها لن تزيل أي شجرة سليمة ذات منظر جمالي اتخذت قرار السلطة بإزالة كل النخيل اللي هو معمر اللي هو آيل للسقوط اللي هو بيكون خطورة على السلام العام وتم تحديد هذه الأشجار بالكامل وأنا شخصيا رح أشرف على هذه العملية بالإزالة لن أزيل نخلة قائمة بوضح الصحي فقط إزالة النخيل ما يعترض للسلام العام خوفاً لا سمح الله نتيجة الظروف الجوية رياح شديدة تسقط نخلة هي أمان لا رح تسقط داخل الأرض ولكن احتساباً لأي موقف ممكن يحصل أشجار النخيل في العقبة خاصة المعمرة منها جزء أصيل من المشهد الحضري للمدينة والمحافظة عليها ضرورة قسوى غير أنه يمكن إزالتها في حالات قليلة لدرء أخطار متوقعة على المواطنين أهلا بكم من جديد وفي الشأن الفلسطيني حيث اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح اليوم بحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أكد أن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال التي أمنت اقتحام المستوطنين حيث أدوا طقوسا تلمدية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في بحات الحرم القدسي الشريف وصلت الهجمة الاستيطانية ذروتها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة خلال الخمسة أشهر الأخيرة عبر اختارات إخلاء المنازل وتشريد سكانها بغرض إحكام السيطرة على الحي لم يكن وليد اللحظة فكل مشروع تهودي ينفذ على الأرض هو استكمال لرؤية احتلالية بعيدة المدى جاء بنهجها منذ احتلال القدس وهذا تماما ما يحدث في منطقة الشيخ جراح فضمن مشروع كان قد طرح عام تسعين يقضي بإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية داخل أحياء فلسطينية حتى لا تقسم القدس مرة أخرى استخدم الاحتلال حجته بأن أراضي هذا الحي كانت قبل نكبة ثمانية وأربعين تعود لملكية يهودية أديرت من قبل حارس أملاك العدو الأردني وانتقلت بعد النكسة لحارس أملاك الغائبين ضمن استراتيجية واضحة تماما وهو تحوية لندينة القدس بالبؤر الاستيطانية وأيضا عملية إحلال إسرائيليين وطرد سكان فلسطينيين للوصول لأهداف استراتيجية واضحة تماما أن القدس عاصمة لدولة واحدة هناك مجموعة أيضا من المشاريع بالقرب من الشيخ جراحي ليست فقط هذه المنطقة التي نتكلم عنها بل أن هناك مجموعة من المشاريع تم المصادقة عليها من أجل ربط القدس الغربية بالقدس الشرقية وربطها في منطقة الجامعة العبرية بحيث تتحول الأحياء الفلسطينية إلى في سيفساء في داخل الأحياء اليهودية من بين 27 منزلا في حي الشيخ جراح تم سحب مفاتيح خمسة بيوت من أيدي أصحابها وتسليمهم لمستوطنين سنين طويلة يقضيها هؤلاء بالجري في المحاكم متمسكين بقشة أمل تبقيهم في بيتهم رغم إدراكهم أنهم ذاهبون إلى المصير الحتمي والقادي بالإخلاء والطرد والتهجير نابل حرب 67 وأنا ساكنة هنا ويجوا يقولوا هذه دارنا وإنا بيجي أكتر من 15 سنة وإحنا محاكم ومحاكم ويوم يحكموا ويوم يأجلوا ويوم يأجلوا وهي اللي بالآخر قال طلعت إلهم إذا غريمك القاضي لمن نحكي لرب العالمين إحنا مهددين بالإخلاء مش بس إحنا يعني اللي مهددين بالإخلاء جميع الحي تقريبا سبعين عائلة مهددة بالإخلاء عمالهم بنفرده في شخص شخص رسالة إلى أي مسؤول باستطاعته يساعد حي الشجراح مش كفرد كحي اللي ما يأثر في هذا الموضوع من حقك أنت تظلك قاعد على الأقل في بيتك اللي أنت انشأت فيه اللي تربيت فيه من القدس المحتل زين صندوق رؤيا صادقت لجنة الاحتلال الوزاري على مشروع قانون المقاطعة والذي يفرض غرامات مالية باهظة على كل من يدعو لمقاطعة جهات ومؤسسات احتلالية سواء تسببت هذه الدعوات بأضرار لمؤسسات الاحتلال أم لم تتسبب نتابع هذا التقرير تتوالى الهجمات التي توجهها حكومة الاحتلال لحركة المقاطعة العالمية البي دي اس حيث صادقت لجنة الاحتلال للتشريع على قانون المقاطعة والذي يفرض بمجبه على كل من يدعو أو يدعم مقاطعة الاحتلال ومؤسساته غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف شكل في حال لم يتم إثبات الضرر و500 ألف في حال إثباته كل من أشكال اللصوصية والقرصنة ضد الناس وواحد من أشرس أشكال قمع حرية الرأي والتعبير فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني وهذا أمر لا يجوز السكوت عليه ولا بد من تنظيم حملة دولية عالمية لضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القانون نريد قمع كل أشكال المقاومة حتى لو كانت أشكال سلمية حتى لو كانت أشكال بسيطة حتى لو كانت تعبير عن الرأي حتى لو كانت حق الناس في أن يقرروا ماذا يشتروا وماذا لا يشتروا وهذا حق فردي إنساني هي تحاول أن تقمع كل أشكال المقاومة لأنها تخطط لتصفية القضية الفلسطينية ولا تريد أن ترى أي مقاومة وبالتالي هذا يؤكد مرة أخرى على فعالية سلاح مقاطعة كشكل مهم وفعال من أشكال المقاومة ويؤكد على ضرورة التصدي للمشروع الصهيوني بكل جوانبه وعدم المراهنة على مفاوضات معه قانون عنصري يهدف لمنح دعم قضائيا لإخراج نشاطات حركة المقاطعة عن القانون واستغلال وسيلة الابتزاز المالي لإفلاس كل من يعبر عن حريته الشخصية بدعم المقاطعة للضغط على الحركة وإيقاف عملها نحن نعلم جيد أن حركة المقاطعة هي جزء من نضال الشعب الفلسطيني وكل نضال معرض لكل آلات القمع الاحتلال وكل نظامها من الأبرتايد والفصل العنصري وبالتالي لن يؤثر على حركة المقاطعة لأن هذه الحركة لديها امتداد أفقي بشكل كبير جدا في كل أنحاء العالم إن تأثر جانب منها لن يتأثر الجانب الآخر وستبقى وحدة واحدة متماسكة في إطار عملها على عزل نظام الأبرتايد والاحتلال إسرائيلي في العام 2011 تمت المصادقة على قانون مشابه لكن المحكمة العليا رفضت الموافقة على البند المتعلق بدفع تعويضات دون إثبات الضرر لأنه لا يمكن إثبات الضرر المادي بدقة جراء الدعوة للمقاطعة فقط فهل سيقول القانون الجديد إلى نفس الحال؟ من مدينة رامالة المحتلة آية الخطيب رؤية استعادت عصابة داعش الإرهابية السيطرة على مدينة البوكمال شرق محفظة دير الزورة السورية من القوات الحكومية التي كانت أعلنت قبل أيام فرض سيطرتها عليها التفاصيل في هذا التقرير لم يستطع الجيش السوري والمقاتلون الموالون له الاحتفاظ بسيطرتهم على مدينة البوكمال في سوريا وهي أحد آخر جيوب عصابة داعش الإرهابية في البلاد هجوم مضاد نفذته العصابة بالعربات المفخخة والأبوات النسفة والكماء صعبت على القوات الحكومية إحكام السيطرة على المدينة التي تقع الشرق محفظة دير الزور لتستعيد داعش سيطرتها شبه الكاملة على المدينة يأتي ذلك في وقت بدأت فيه القوات العراقية هجوما على آخر جيب لداعش في الصحراء الغربية للبلاد على الحدود مع سوريا الأصابة الإرهابية المحاصرة من قبل القوات العراقية من جهة والسورية من جهة أخرى باتت تخوض صراع بقاء يجعلها تستميت بغية الحفاظ على ما لديها بعد خسارة معظم مناطقها في البلدين فيما تعتبر مدينة البوكمال آخر معقل مهم للأصابة في سوريا للمرة الأولى منذ فرض حكومة مدريد وصايتها على أقليم كتالونيا زار رئيس الوزراء الإسباني برشلون لتقديم مرشح حزبه الحزب الشعبي لانتخابات المنطقة التي ستجرى في الحد والعشرين من كنون الأول المقبل جاء ذلك عقب خروج مئات الألاف من الكتالونيين للمطالبة بالحرية لقادتهم الذين يقبع عدد منهم في السجن وأخرون في المنفى من المطالبة بالاستقلال إلى المطالبة بالحرية هكذا تغير المشهد في إقليم كتالونيا الذي أحكمت مدريد السيطرة عليه بعد سلسلة إجراءات قامت بها غدا تأعلان برلمان الإقليم استقلاله عن إسبانيا النتيجة زعيم الإقليم المقال كارليس بوتشمن وأربعة من الأعضاء السابقين في حكومته في بروكسل منذ الثلاثين من تشرين الأول الماضي بانتظار صدور قرار قضائي قد يأمر بترحيله إلى مدريد بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية بناء على طلب القضاء الإسباني ثمانية وزراء صابقين قيد التوقيف بتهم إثارة الفتنة والعصيان وإساءة استعمال الأموال العامة وستة نواب كتالونيين من ضمنهم رئيسة البرلمان يواجهون تهما مماثلة لكن المحكمة العليا الإسبانية أفرجت عنهم بكفالة هذا الأسبوع مئات الآلاف تظاهروا في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن قادتهم المحتجزين ملوحين بأعلام استقلال كتالونيا ومرددين حرية فيما حمل آخرون لافتات تطالب بإنقاذ الديمقراطية إذن هذا هو حال قادة إقليم كتالونيا الانفصاليين بعد مرور شهر ونصف على استفتاء الانفصال والذي أشعل فتيل أزمة بين برشلونة ومدريد تتعقد تداعيتها مع مرور الوقت ويخشى الاتحاد الأوروبي من آثارها على الوحدة في أوروبا وفي جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار ومنها مقتلوا ثلاثة طيارين في تحطم مروحية عسكرية جنوب بغداد والاتحاد الأوروبي يستعدوا لاحتمال عدم توصل إلى اتفاق حول بريكسيت قتل ثلاثة طيارين عراقيين في تحطم مروحية عسكرية روسية الصنع جراء خلل فني أثناء طلعة تدريبية في محافظة واسطة جنوب بغداد بحسب ما أكدته مصادر عسكرية شنت طائرات حربية تركية غارات للمرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري استهدفت مناطق جبلية في كردستان العراق قريبة من الحدود الإيرانية حيث يتواجد فيها أكراد تركيا وإيران بحسب ما أفاد مسؤول محلي أكدت طهران أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من مستويات وصفتها بالصادمة لسوء التغذية بين الأطفال الروهينغا مشيرة إلى أن الوضع يتطلب معالجة ثورية ويعمق المخاوف من أزمة إنسانية خطرة تهدد هذه الأقلية أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو داتيرتي أنه متأكد أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب لن يثير معه موضوع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان خلال لقائه مال مرتقب في مانيلا وذلك بعد أن أثنى الأخير على الحرب الدامية التي يخضها ضد المخدرات أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل أنه يجري الاستعداد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع لندن ولو أنه ليس السيناريو المفضل لديه وفي خبر مختلف ومفرح أعلن اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة نجاحه في زراعة الأنناس في القطاع لأول مرة نتابع هذا التقرير لأول مرة قام مزارعون في قطاع غزة بزراعة الأنناس جاء هذا المشروع بهدف إيجاد محاصيل ذات عائد مالي يساهم في تحسين ظروف المزارعين في القطاع والوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية نحن الآن التجربة أعطت متائج مرضية جدا بالأيام اللي جاية بالمواسم اللي جاية بالتأكيد سنوسع التجربة على أساس أنه أكبر قدر ممكن من أن نزود عدد الأراضي المزروعة بالأنناس مشرف المشروع أكد على نجاح زراعة هذه النبتة الصحراوية بعد ذهيئة البيئة والمناخ المناسب لها هي ما كانش نحن مفاكرين نزرعها قبل في غزة إلا بعد ما صارت في تغيير المناخي وصار يوجد جزء من الخبرات ومعرفة في مدى نجاح أصناف جديدة ممكن أن تزرع في غزة وتنتج مضاحتا للأصناف التي تزرع في بلاد من شاءها زراعة الأنناس نجحت في قطاع غزة المحتل رغم ما يعانيه من حصار وارتفاع في ملوحة المياه وشحها ولآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق اشتركوا في القناة